من أكتر الكلمات اللي بتتكرر وبتتقال في خلال النقاشات كلها في أزمة زي دي أو في مشكلة زي دي ومعه على الأسف الشديد هي أزمة متكررة في مجال السكك الحديدية بالذات بالنسبة لنا هنا في مصر لكن من أكتر الكلمات هي مصطلح اسمه المسئولية السياسية كان من المفترض أن أنا أتكلم النهاردة كما جرت العادة يعني كان من المفترض أن أنا أتكلم النهاردة مع دكتور مصطفى فيه اللي بيشرفنا دايما وجوده معنا أسبوعيا كل يوم أربع عن أنه في مشكلة بتحصل في العالم دلوقتي ما حدش أخد باله منها خالص ومن الممكن أن تهدد بحرب نووية هي المشكلة والأزمة الدايرة حالياً ما بين الهند و باكستان خصومة فقرية تاريخية مستمرة كان مفترض أن احنا نتكلم عنها طول فقرتنا مع الدكتور مصطفى الفئي لكن نظراً طبعاً للتطورات والكلمة اللي بقول لحرككم عليها عايزين نفهم معناها إيه وخصوصاً أنها تكررت كمان النهاردة آخر ما تكررت خالص في الكلام اللي خرج من المتحدث الرسمي لسل مجلس الأزرة بخصوص أنه قبول استقالة وزير النقل المهنسة شام عرفات كانت انطلاقاً من المسئولية السياسية عن اللي حصل المهاردة برحب بحرك معنافاً أعلن وسائل أزيك الدكتور الله يفلي أنا عايز أبدأ من كلمة المسئولية السياسية دي أفهم بس هتعرفها إيه وتطبيقها إزاي هل تعرفها بيختلف عن تطبيقها هل تتطبق في أوقات ولا تطبق في أوقات أخرى يعني هي استأثرت استأثرت مرفق السكة الحديد بأكبر التطبيق لهذه العبارة يعني قبل كده الوزير المحترم برهيم الدميري قبل كده الوزير المحترم محمد منصور قبل كده الوزير الحالي يمكن وزارها سابقين لأنه مرفق النقل مرفق السكة الحديد في مجال عملي كان أول واحد مشي بسبب حادث كان الله يرحمه سلمان متولي وكان وزير تاريخي يعني وزير بالنسبة لنقل المواصلات كان في حادثة حصلت وخرج بعدين ما عارفش كان السبب ده بالضبط خرق خروج مريح جدا يبقى أنا معرمتي غلط ومتعرفش ربنا كان هديد والسكة الحديد إزاي العشرين سنة اللي عادها يبقى أنا كان معرمتي غلط لكن لسه كتصيانة شغالة والدنيا شغالة ما عايزة أقولي إن مرفق السكة الحديد في العالم كله مشكلة وعندنا مشكلة كبرى السكة الحديد دي رمز تاريخي انت عارفوا إنها مخطة خط الشارق كيف حاجة ما خط الشارق يطلع من بغداد لدمشق لإسطنبول وينزل على سويس كان حاجة عظيمة جدا وإحنا ودايما تلاقي محطات السكة الحديد في العالم كله مباني فخمة لأنها جزء من مظاهر السيادة والعظمة ومحط السكة الحديد اللي عندنا محطة مصر رقم اثنين في العالم شوف شكلها عامل إزاي لأن احنا خط مصر اسكندرية للسكة الحديد التاني خط وإنشي في العالم اي لكن إدارة هذا المرفع إدارة صعبة ومتطلباته المادية كبيرة والصيانة أساسية فيه خلال وجودك في رئاسة الجمهورية في فترة أواخر التمانيات أو أول التسعينات صح؟ كان بتشوف علامات على مسألة السكة الحديد تحديدا لا ما كانش التظاهر بدأ كده ليه بقى لأنه كان لسه برضو يعني بقايا صيانة بقايا عربيات لسه لم تتآكل بالشكل المطلوب خاطرات إلى آفيرو بسنا فاكر مرة فاكر مرة أنه إحدى الدول العربية ادت لنا 800 مليون دولار لشراء خاطرات للأطرات